يراقب العالم عن كثب شروع بريطانيا في برنامج التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد سيتاح لقاح شركتي فايزر بايونتيك لكوفيد 19 في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء ومن المنتظر أن تتطوع الملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فليب وكلاهما قارب المئة عام لأخذ اللقاح بشكل علني من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقيه كما أن العديد من المشاهير في المملكة المتحدة التزموا بتلقي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه في وقت تخشى فيه السلطات من أن النشطاء المناهدين للقاح سيثيرون الشكوك حوله بين السكان ومن المرتقب أن يتم إعطاء أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم ثمانين عاما فضلا عن العاملين في المجال الصحي وموظفي دور الرعاية والمقيمين وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها ويستلزم لقاح فايزر بايونتيك متطلبات تخزين مرهقة إذ يجب حفظه في معدل حرارة يبلغ سبعين درجة مئوية تحت الصفر وجدير بالذكر أن سكوتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ستشرع في عمليات إعطاء اللقاح بشكل متزامن مع بريطانيا